الذي حصل في ليبيا بعد منهار السد ارتفاع هذا السيل ثلاثين متر ثلاثين متر يغرأ الإنسان هذا الخبر ويتذكر قول الله عز وجل وهي تجري بهم في موج كالجبال ثلاثين متر وبعدها استقر إلى ستة أمتار ستة أمتار يغطي البيوت بيت دور واحد يغطيه الماء والسيل كلية يغرأ كل من في البيت ستة أمتار ما كنا نقرأه في في القرآن في بعض أشكال العذاب وبعض أشكال النهايات التي أنهى الله عز وجل بها أقواما نرى بعضه الآن بالمشاهد الحية والتصوير الحي الصادق كل هذا من أجل أن يتدبر الإنسان ويتعظ ويعود إلى رشده ويرجع إلى الله عز وجل